يامسا الخير و أهلا و سهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة تحياتي لكل جماهير نادي الأهلي العظيم الحقيقة يمكن كانت صاحبة فضل كبير جدا على نجاحات أجيال مختلفة من النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي اللي عمرها ما كانت أسيا على فرقتها و اللي عمرها بالمناسبة ما زعلت على خسارة بطولة طالما كانت شايفة أو مقتنعة أو مصدقة إن فرقتها ما تستحقش البطولة دي لكن الدوري السادسة الحقيقة قصة غير القصة أنك أنت الحقيقة من بداية للنهاية و رغم أنك أنت لعبة ضد ظروف كتير جدا معاكسة جماهير نادي الأهلي عندها قناعة أنها الأحق والأقدر بلقب الدوري العام أرقام كتيرة جدا تأكد على الكلام ده و ظروف كتير جدا صعبة منها ما هو مرتبط بجدول الدوري المشوه منها ما هو مرتبط بحالة الإجهاد اللي عانى منها لعبة الأهلي نتيجة تراكم البطولات والمشاركة في عدد كبير جدا من البطولات فيه أنا مش هسميه موسمين هو موسم واحد ممتد الحقيقة على مدار سنتين متتاليتين منها التحكيم منها حاجات كتيرة جدا وقفت في أشك ولكن مع كل الظروف الصعبة دي الجماهير مازالت بترى أنها الأقدر والأحق بلقب الدوري السندي دي الحقيقة رقم واحد اللي ما تقبلش المناقشة أو الجدال الحقيقة التانية وهي صحيح جماهير الأهلي زعلانة صحيح جماهير نادي الأهلي متضايقة شايفة أنه البطولة كانت في إيديها حتى رغم أن احنا ضيعنا فرص كتير جدا وفرطنا في نقط كتير جدا بالنسبة لجمهور الأهلي ما كانتش لها محل من الإعراب نقط كانت شبه مضمونة ولكن ولكن خلينا أقول لحضراتكم أنه نفس الجماهير اللي زعلانة واللي ممكن تكون غبانة ومتضايقة شوية هي هي اللي عندها قناعة أنه بطولة الدوري مش هتحسم بشكل نهائي إلا مع الثانية الأخيرة أنا على يقين تسعة وتسعين في المية وتسعة من عشر من جماهير النادي الأهلي عندها قناعة أنه الدوري بإذن الله في الجزيرة ومش هيتحسم أو مش هيحسم لقب البطولة إلا في الثانية الأخيرة من المباراة الأخيرة في عمر الدوري الممتاز وبإذن الله نحن له نكلم حضراتكم النهاردة طبعا عندنا مطش مهم جدا بكرة مع طلعات الجيش في السويس مباراة في منتجة الأهمية لأربع مطشاط أعتقد أنه مبدأين كان خليهم اتفقين جماهير النادي الأهلي لان تتنازل بقى أي حلم الأحوال على الفوز والمكسب في الأربع مطشاط اللي جايين ده بدء نزي بدء بصرف النظر عن بطولة الدوري عشان نبقى متفقين عندنا القدر عندنا القدر أنا النهاردة جايب لكم لقطة لطيفة جدا نتقول لكم أنه كل شيء ممكن بالإصرار والعزيمة لقطة كده لقطناها جبناها للسادسة عشان نعرضها على حضراتكم في الدوري الألماني لقطة في مباراة جامعة بين مينز وبين ليبزيك وليبزيك الحقيقة اللي متابعه أو اللي بيتفرج على الدوري الألماني بقى واحد من الفرق الكبيرة بقى واحد من الفرق الفرق زي باير منشن وبروسيا دورتموند عمالقة الدوري الألماني بيعمل لهم حساب فرقة مينز لابس أحمر فرقة ليبزيك لابس الأسود خدوا بالحضراتكم المباراة دي طبعا هجوم كاسح دي فرصة مزدوجة فرصة أولى في العرضة فرصة تانية جنب العرضة على طول المباراة دي خضها فريق مينز وهو ناقص فرقة كاملة حضاشر لعيب في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وكل التوقعات كانت بتقول إنه لايبزيك هيكتسح مينز في المباراة دي أسست ولا أروع من المدافع بتاع لايبزيك الحقيقة قدر منه مهاجم مينز إنه هو يحرز الهدف الأول الأسست عبقار يبص الأسست هو بيطلع الكرة طبعا بس محدش بيطلع الكرة في سيكس يارد كده أبدا دا لو لعيب من مينز مش هيعمل الأسست بالروعة دي ومع ذلك كمان استمر مينز في حالة هجوم وكان هيحرز الهدف التاني ضيع فرص كتيرة جدا في المباراة ولكن قدر إنه هو دي هجم للعيبزيك استبسال دفاعي طبعا في آخر لحظات المباراة ورغم الظروف الصعبة جدا اللي وجهها فريق مينز في المباراة دي لكن غابت عنه فرقة كاملة 11 لاعب دخلوا الحجر الصحي بسبب صابتهم بفارس كورونا نزلوا المباراة كل الحاجة حواليهم بتقول لهم أنتوا النهاردة نازلين تشيلوا تشيلوا سكور يعني بتلعبوا مع فريق تقيل جدا والخسارة مش سيناريو وارد دا الخسارة التقيلة هي السيناريو الأرجح يعني ولكن رغم كده نزلوا الحقيقة وقد كان وقدروا يعملوها وكذبوا لعيبزيك في واحدة من مفاجآت الدوري الألماني بنتيجة 1-0 خلينا أفكركم بسؤال حلقتنا اللي موجود إن شاء الله معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك، انستجرام، تويتر لغاية بكرة إن شاء الله لغاية معاية المباراة مين هم أفضل 3 لعبين من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي في مباراة MP الأخيرة طيب خلونا نتكلم بقى القائمة الأفريقية ونشوف طبعا بداية المشوار حامل اللقب لنسختين متتاليتين صاحب الرصيد والرقم القياسي في تحقيق بطولة أفريقيا بيستعد إن شاء الله لبداية موسم أفريقي جديد هنتكلم حضراتكم على قائمة أفريقيا ونتكلم كمان على استعادات فرقتنا اللي بترجع للتمرين النهاردة استعدادنا لمباراة طلايا الجيش كل ده في السادسة بس بعد الفاصل هو بداية يعني خلينا بقى متفقين الموسم ده موسم نجح بكل مقاييس وبصرف النظر حقيقة عن فكرة التتويق بالدوري من عدم يعني عشان تبقى الأمور في نصابها الصحيح ماعتقدش إنه في فرقة بتدخل كل أو بتاخد كل الألقاب في كل البطولات اللي بتشارك فيها ده مش معنى إن إحنا مش عايزين الدوري بالعكس إحنا كالجماهير نادي أهلي متمسكين بالدوري وبلقى بالدوري اللي إحنا هم حقاينه في آخر خمس موسم متتالية بكل ما قوتينا من قوة وزي ما قلت في بداية الحلقة جمهور نادي الأهلي لغاية الثانية الأخيرة من آخر مباراة في عمر الدوري عنده يقين بإذن الله إنه الأهلي قادر على حسم البطولة وعد علينا أصعب من كده وإن شاء الله بإذن الله مرة تانية نحن لها لكن الحقيقة فيه نقطة تانية لازم الجماهير تحطها في الاعتبار وعتقد كمان وبالتأكيد إدارة النادي الأهلي سواء مجلس إدارة أو إدارة الفنية بقية مستر بيتشو المسلماني بتفكر فيها لأن إحنا لعبنا مسلمين متلحمين بشكل متواصل دخلنا في عدد كبير جدا من البطولات ما دخلوش أي نادي في إفريقيا وأشك إنه كمان حتى على مستوى العالم كله وعندنا كمان مسلم تالت يبدو إنه هيبقى متشابك لأنه جزء كبير من قوام المنتخب المصري من لعبة النادي الأهلي وبالتالي اللعبة دي شغالة أو هتشتغل ثلاث مواسم بدون فترة راح أتكلم مع حضراتكم على قيمة أفريقيا أتكلم مع حضراتكم طبعا على مشوارنا في الدوري اللي أوله بكرا إن شاء الله مع تلاقيق الجيش مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن عمر الحديدي بشرفنا النهاردة في السادسة مساء خير كابتن عمر سنور السزح مواسم صعب أنا بتهيالي يعني أنتوا لعبتوا وحققتوا بطولات وجبتوا ألقاف كتير جدا نادي الأهلي بس ما فيش فترة أو ما فيش جيل عانى من الظروف اللي بيلعب فيها الجيل الحالي والحقيقة إنه محقق يعني ما قدرش حقيقة ألوم عليهم الناس الحقيقة دخل بطولات عالمية وقرية ومحلية ومسلمين متلاحمين على التوالي لعبوا كم كبير جدا من المطشاط في ظروف غير طبعية بص يا سيد أحمد إحنا دلوقتي يكون ابنكلم وانا حدك في فصل مسلمين مضغوطين في موسم واحد لعبت النادي الأهلي هم بنقدمين مش أدوات أو مكان شغال إحنا بنتكلم إن النادي الأهلي بيشترك في كل بطولات مش مطلوب إحنا كجماهير بقى مش جوه الملعب مش عندنا تشبع غير لكل بطولة موجودة إحنا بنقول لنفسنا كده متعودين على كده بالذات يا كابتل عمر لما نكون حاسين إن البطولة بتاعتنا ونستحقها ما إحنا بنقول إيه بقى يعني في أوقات الأهلي أو أجيال الأهلي فيها ما كانش في فورمته أو ما تحسش إنه الحق والأقدر بالبطولة جمهيرنا دي أهلي في الوقت دا ما كانتش متضايئة من الفرقة ومتبقى أجزة علينا إنه حاسة إنه ما كناش فعلا نستحق هؤلق الحال إحنا متفقين إن النادي الأهلي الموسم بتاعه مقسوم نصصين موسم ما قبل البطولة والتتويج وموسم ما بعد البطولة وتكملت مسيرة النجاحات العشرة كانت مهمة جدا تكون موجودة في دلاب الند الأهلي أكيد خلاص إحنا دهتي متفقين على كل حاجة حصلت من لعيبة الكورة ومجلس الإدارة والعاملين والنجاحين والجماهير حصلت في الجزء الأولين الجزء الثاني إحنا بنقول لند الأهلي أنت أخذت بطولة دية دلوقتي وترشحت لنكتلع بطولة عالم لتاني مرة وراء بعض على طول لتاني سنة يعني اللعيبة اللي موجودة دي عندها دلوقتي نهاية بطولة دورة عام يخلص من 27 عندك تجمع منتخب أعتقد قوام النادي الأهلي 28 28 هيبقى فيه حوالي مش أقل من 8-9 لعيبة غير الموجودين من المنتخب الأولمبي بعد كده عندك مباراة صبر يعني هتلاقي المسافات فترات راح تبقاليه لقوي يا كرسي صاحب أوي أوي يعني يومين تلاتة بالكتير أكتر من كده لا عشان يبقى موجود وجاهز للمعارقة اللي بعدها بنسميها احنا في الملعب للمعارقة اللي بعدها للبطولة اللي بعدها هنسميها بالمسمى الرياضي للبطولة اللي بعدها اسمح لنا هكمل كلامنا كابتل عمر تعالي نروح التيتش مع مشاهدي السادسة نتابع تمرينة النادي الأهلي النهاردة واستعداده لطلاق الجيش هيكون معنا زميلنا محمد توفيق من ملعب مخترتش في النادي الأهلي محمد مساء الخير نتعرف منك على تمرينة النادي الأهلي النهاردة عارف انه ويمكن نتكلمنا مباراح انه الشحات الحمد لله طمين عليه وانه جاهز المشاركة كمان بدر بنون بعد سلبية المسحة تكلمنا عن مشاركته من النهاردة وتكلمنا على تمرينة الفريق واستعداده للمطش طلاق الجيش مساء الخير الزميل العزيز أحمد تحياتي لك والدفق الكريم الكابتن عمر الحديد واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي ونجم خط الدفاع زي ما انت ذكرت ممكن النهاردة استعداده أكثر من رائعة وختام استعداده النادي الأهلي لمباراة طلاق الجيش في إطار مباراة الأسبوع الـ 31 المقرر لها ان شاء الله تساعة مساء غدن السلساء على استادة الجيش بالسويس ممكن اللاعبين حضروا النادي في السلسة عصرا كان فيه محاضرة فنية بالفيديو تدت الساعة أربعة واستمرت النصف ساعة انتهت في الرابعة والنصف بعدها نزل اللاعبين لأرض الملعب كان فيه محاضرة في البداية من كابتن سالد حفيز كلم فيها مع اللاعبين وحفزهم علشان المباريات للأربعة المتبقية من أمر وصباقة الدول العام وأؤكد كابتن سالد حفيز على ان الهدف واحد هو الفوز ان شاء الله في الأربعة مباريات المقبلة وان اللاعبين يعملوا اللي عليهم ويسيبوا النتائج بتاعة الفرر أخرى أو أي أمور أخرى دي طبعا سيبينها للتوفيق وفي فضل الله يكون التوفيق معنا في الفترة الجاية التركيز يكون على مبارياتنا ده اللي أكده كمان مستر موسماني وقال اللاعبين وأكد أكثر من مرة قال عندنا فرصة واحدة هي اللي بنلعب عليها ان احنا نفوز في الأربعة مباريات وبعد كده التوفيق بتاع ربنا وأمر مطروك لربنا تدريب ابتدى بعض التدريبات البدنية الخفيفة طبعا نظر للضغط وتقارب المباريات واللعب كل سلاس أيام كمان بالإضافة للسفر بعد كده تم عمل تأسيمها في نصف ملعب شارك فيها معظم اللاعبين كانت تتسم بالحماس مستر موسماني وقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء وشرح بعض الجمل اللي عاوز ينفذها إن شاء الله في مبارات الغد يمكن زي ما أنت ذكرت محمد شريف هو الغيب الوحيد عن مران اليوم كلمت مع دكتور أحمد أبعاب لو سألته قال إن شاء الله بعد مباراة طريق الجيش هيكون في أشعة يوم الأربعان إن شاء الله لمحمد شريف إن شاء الله يكون النتيجة كويسة بتاعت الأشعة هياخد بعض التمرينات الخفيفة ومن ثم هيكون إن شاء الله موجود مع المباريات المقبلة من عامر المساواق الدول العام يعني إن شاء الله أخي مباراتينا أو أخي مباراة هيكون محمد شريف موجود مع بقى الفريق بشكل طبيعي بإذن الله بالنسبة لمشاركة بدر بنون شارك في المران بشكل طبيعي جدا وبشكل كامل وأدى سواء التمرينات البدنية أو كمان شارك في التأسيمة كمان حسين الشاحات موجود النهاردة بطمناك عليه بطمنا كل مشاهدة القناة النادي الأهلي موجود الفريق تتم التمرين اللي استمر لقرابة ساعة ونصف بشكل أكثر من رائع الفريق دلوقتي يدخل لغرف الملابس هيتناولوا وجبة الغداء لأنه طبعا التمرين كان بدر النهاردة وبعد كده اللاعبين هيقضي صلاة المغرب والتوجه مباشرة لمحافظة السويس للمبيد فيها وإن شاء الله معهم دعوات كل جماهير النادي الأهلي بالتوفيق إن شاء الله وحصاد سلسل نقاط أمام طلاعي الجيش وإن شاء الله بنعمل اللي علينا وفروض بلاع مبارات والتوفيق إن شاء الله بتاع ربنا ده أكيد يا محمد خليني أسألك قائمة الفريق تلعت ولا لسه قائمة الفريق اللي هتسافر مع لسه ما طالتش زميل عزيزي أحمد يمكن التمرين منتقع حالا دلوقتي تمام هنتابع معك على مدار الحلقة ونعرف القائمة اللي اختارها مستر بيتش ومسيماني إن شاء الله موفقين بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل ملعب مختار تيتش في النادي الأهلي طيب كنت تتكلم على التلحم المواسم كنت تتكلم يعني الحقيقة مش بس تلحم المواسم مش بس حالة الإيجاد قالت هالي كمان إنه جدول المسابقة السندي يعني استثنائي أنا ما شفتش على مدار السنين السنين كلها الحقيقة فرقة بتلعب أكتر من المطشات الدول الأول في أقل من شهرين يعني ما حصلتش قبل كده كنت بتكلم مع حضرك بنتكلم إن كل أربع تيام مطش الأربع تيام دول المطش أنت بتلعبه بعد كده الاستشفى تاني يوم بعد كده ما فيش حاجة يعني هنتكلم في محاضرة بعد كده التطريبات الخفيفة بعد كده السفر لمبارات تانية أو لو في القيارة هتخش في معسكر الأربع تيام دي إحنا على الأقل كنا بنقول أسبوع لو حتى في مبارات مضغوطة بتبقى خمس تيام تعتبر إن اليوم اللي ما قبل المبارات بتصحح فيه حاجات بتلعب الكهر السبتة والحاجات البسيطة اللي بيبقى فيها اتفاق ما بين الجهاز الفني واللعيبة بعد كده بيبقى فيه تجميع من اللعيبة ما فيش وقت أنت ما تتكلمش فيش وقت يا أصوز أحمد دلوقتي الموضوع مضغوط كمان مضغوط على عيبة الناد الأهلي أهم حاجة يسيب كل ده يحط وراء ظهره ويفكر في حاجة واحدة بس الأربع ما تشاط 12 بونت ما تبصش لحد ما تبصش للميديا بتكتب إيه ما تتكلمش عن أي حاجة بتتقال أنت عارف هدفك وكلمة والناس هتفهمها كويس يمقرون ويمقر الله والله خير الماكرين إحنا عارفين إحنا هنشتغل إزاي وإحنا مطلوب من إنا هنوصل لإيه الهدف الوحيد ل 12 بونت بعد كده غيرنا يبص علينا إحنا مش هنبص على حد حصل الكتير قوي معنا وإحنا موجودين في الناد الأهلي في التسعينيات كان بيبقى الفرق 9 و 11 بونت وكان في حديث مرة بينه وبنكاب ثابت وإحنا في غرفة الملابس رحمة الله عليه قال لي كلمة بقول له يا كابتن دفضل دقيقة خلاص ما تش خيرس كده خلاص إحنا كده تمام تمام قال لي بتهيأ لك دقيقة ونزل الكابتن أحمد الكاس أحرز هدف وخيصبه المحلة في دقيقتين الوقت الضايع ولا الثلاث دقائق هدفين خلاص موضوع انتهى أقل موضوع كل الناس كانت عارفة أنه هيبقى سكور من نادي الزمالك الزمالك خسر في السويس 1-0 كورة أحمد بن تولي وإحنا تربعنا على جدول دولي وكان المسافة قريبة جدا وكنا بنقول عمرنا ما هنوصل نندب على اللي فات وننتكلم على القديم إيه اللي الكواليس يعني في بطولة من النوع ده الكلام اللي بيبقى بين اللعيمة بينها وبنبعض الحالة العامة للفريق في حاجة مهمة يا أحمد أهم شيء الكبار 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 اللي بيقفله هو طبيعي في أمور كابتن سيد بيبلغ بيها ممنوع التعامل مع الصحافة ممنوع ده لا بقى أي تصريح للإعلام ملاش كلام في الميديا الكبار بقى كابتن شبير وكابتن رمضان كابتن أيمن كابتن حسام وكابتن إبراهيم كابتن مجد طلبة المجموعة الكبيرة دي كلها كانت بتقعد وتتكلم معنا طبعا إحنا بقى خط ظهرنا كان الكابتن عبدالصادق يقعد يقول ملناش دعوة بالليه بيدور حوالينا إحنا أهم حاجة إحنا نبعد أي هدف عن مرمارة ويسيبه التهديف للعبتنا إحنا خلاص كل واحد فينا عارف الجزء بتاعه الدور بتاعه الدور بتاعه أنا راجل مدافع أبعد عن مرماي أي هدف لعب نص الملعب إزاي أوصل للمهاجم بتاعي إنه يجيب هدف أرجع للفروب بتاعي أقول له إزاي رباني يا كريمك تجيب هدف وتعززه بهدف آخر خلاص كل واحد فينا عارف إحنا عايزين إيه بس نادي الأهلي يودونا عن كل الأندي مش عشان أنا بنتمي للنادي الأهلي حتة الترابط والتلاحم ده مش موجودة عند حد جوة وبر عن طريق تلفونات عن طريق الأعداد التخصصية خطة ضهر نص الملعب فرودة دي رسالة لنجومنا الكبار برضو يعني إذا كنت أنت بتكلم النهاردة هكلم الشناوي وهكلم عمر السلاية وهكلم أيمن أشرف وهكلم وليه طبعا وليد سليمان رقم واحد هكلم بقى اللي موجودين في الملعب وليد هيتكلم ككبير الأعداء والالتفاف حوالين إزاي نجيب لـ 12 بنت الشناوي جوه الملعب عمر السلاية أيمن أشرف علي معلول أفشا كل واحد فيهم لازم يعمل دوره وزيادة شوية على أكمل وجه بدني وفني الأهلي يمطمنك كابتن عمر بلا شك مليون في المية النادي الأهلي كانت بنحصل حاجات غريبة شوية كده بسم الله ما شوه الله لقوة الله بالله لعبة النادي الأهلي في مبارات أمبي إحنا عارفين أن الكابتن حلمي كان عنده من أحسن مدربين الأحمال الدكتور ممدوح من أحسن معدين الأحمال للعبة أمبي إحنا كنا بنشوف شد واثنين وثلاثة ليه أنا نهي المطش من أول دقيقة النادي الأهلي مش مطلوب منه غير كده أول ربع صعب أدغة أجيب جنو واثنين خلاص مش أدور على حاجة تانية إمكانياتك بدنية واثنين دي مهمة أول نبع كابتن حلم آآ بص واثنين دي مهمة أول إمكانياتك البدنية هنقولها يا سيد أحمد إمكانياتك البدنية هيلة الأمور النفسية فوق الهيلة تحقيق ما قبل من البطولات كلها حققت كل ما يحلم به كل جميل النادي الأهلي من لعبة ومجلس دارة وجماهير خارجية المطلوب دلوقتي أنت بيجيب هدف لأ هدف واثنين وثلاث الهدف بقى بيقلقنا أنه بنوصل للدية الأخيرة ممكن يحصل أي حاجة يحصل تخازل بسيط مش هقولها بمعنى كلمة تخازل تراجع بالزبط أنا مطلوب مني بقى يعني الكلمة دي أنا بقولها مليكش دعوة نص ملعب وفرودة يعمل إيه خط ضهر وحرس مرمى أنت اللي تقدر تعلل كفة سيبه هم يضاعزوا موعزين مش مسموح لي أن أنا أغلط كمدافع أو حرس مرمى مش مسموح لي أن أنا أسرح مش مسموح لي أن أنا مش تريكش في كل كورة تسمح لكبتل عمر يعني هو للدفاع والحرص المرمى والخط الهجوم مش مسموح مش مسموح مش مسموح تضيع مش مسموح تضيع تسرح يعني كلفة أنك أنت تضيع فرصة تجيب لك ثلاثة بنت دي إحنا دفعنا إحنا تكوينك يخد بالك يعني ليه جمهورنا دي الأهلي يمركز قوي مع البطولة السنية دي يعني أهل خمس سنين اللي فاتوا كوني سلم ناخد الدوري الجمهور بيوم مبسوط وكل حاجة بس يعني ما كانش فيه التركيز اللي حصل في النسخة دي التركيز اللي حصل في النسخة دي أولا عشان قوة المنافسة ثانيا عشان بطولتنا وإحنا اللي فرطنا يعني فهم قصد إيه إحسسك أن البطولة بتاعتك وإنت الأقرب ليها وإنت اللي تسحقها وإنت الأقوى وإنت الأقدر بإذن الله موجودة برده وإنك أنت اللي فرطت دي مدائقة الناس شويتين بإذن الله موجودة برده أكيد أنت الناس بتكلم معاك يعني الجمهور بيتكلم معاك لما يشوفك الناس شايفة أنه إحنا سبنا حاجات كتير قوي سهلة ما كانتش يلق بينا أن إحنا نضيحها هقولك على حاجة يعني من المطشوات اللي أنا زعلت فيها من لعبة نادي الأهلي مطشو الإسماعيلي أنت عملت كل حاجة ليه؟ كمل النادي الأهلي جات له فترة ساعة ما قلنا على التدويج بالعشرة كنا بنقول مستر المسلماني كان بيتكلم مع اللعيبة هيجي لك ثلاث فرص هتمنهم أربعة ده حصل الفرص اللي كانت بيجي لك الثلاث فرص اللي جولك في كازرشيف الثلاثة جبتوه اللي جولك في الترجي قبل كده جبتوهم اللي بيجولك يعني مطش أمبي أول كورة كورنان هدف أسست ما بين كهرباء وأفشة جون أقول أنا بقى حاجة صغيرة لأفشة بالذات لأنا أسف لكهرباء محمود أما لعب شغل محمود اللي هو احنا عارفينه من الناشئين أنه يمسك ويلعب ويروغ ويحط ويعمل أسست عمل كورة استلام ودوران وأسست وتحضير من لامسة واحدة لأفشة هو ده محمود كده كنا بكلم ده جول كهرباء بص لف دوران حضر كلنا بكلم في لامسة واحدة أنا ممكن أنه أنا بحط البص يبقى طويل شوية قوي شوية لا أنا بحطه عشان لأفشة يحطه من لامسة واحدة نفس الكلام استلامه استلامه لكورة بعدلته بعدلته لجسمه بيخد لك واللحظة اللي شاف فيها أو اللحظة اللي عمل بص فيها الأسست اللي محمد مجدي أفشة هو كان دهره لأفشة لا ده أنت حضرك أنت رازم تاخد بالك من حاجة هو مدي اتجاهين اتجاه للاستلام وأنا بجري عشان تتحطيلي نمرة اتنين كل اللي عابة توقعت أن الكهرباء بعد ما سند هشوط كل اللي تجاه بص مجرد أننا بعد عن المسافة بتاعت المرأبة ما بيني وما بين المدافع لفيت وامتحاطت الأسست في اللحظة اللي أنا وسعت الدايرة دي وعملت زي ما بقوله خلق مساحة في الحتة دي لأفشة يحطها ببطن رجلو في البعيدة جوة صحيح ممكن نرجع بالكورة دي تاني نرجع بقول محمد مجدي أفشة أنا عايز بس لو ممكن عندنا هنا الكرة هنا كهرباء استلم برجله الشمال وسند برجله اليمين كل ده وقفشة في ظهره يعني كل ده وقفشة في ظهره هنا لسه يعني لغاية اللحظة دي هو مش شايف أفشة لغاية اللحظة قبل ما الكرة تطلع من رجله أفشة ورا منه بص حضرتك بعد ما استلم كده كهرباء ولف وعمل السحبة وبص كده خيالش أفشة لفلنا الحمرة ظهرت خلاص خد بالك كمان بص بواليا فين بواليا كان بيقطع احنا مبارح كان معنا واحد من المحللين الأداء المحترمين جدا شريف سالم كان مركز جدا على شغل الكهرباء في المطش ده طبعا دي دي كان هناك كلام سليم مية في المية من الراجل استلم ولف وعمل دوران وعمل سحبة وعمل أسست كل دوات ما كملش أكتر من 30 سنة صحيح لا أقل من 30 سنة بكتير وكلمنا كمان على تحركاته في المطش مبارح الحقيقة وتواجده في أماكن نزوله تحت نص ملعب للإسلام بصر سيد أحمد اللعيب اللي رايح على كهرباء التاني هيعمل تاكلنج للتزديد ايه ام ساحب خرج لاتنين بره اللعب صحيح وعمل أسست لأفشة مع الشر يبقى من لمسة واحدة حجون هو ده شغل كهرباء اللي هو شغل على نفسه في الفترة دي الكرة دي من بدايتها الغاية لما دخلت الشبكة خدت 20 سنين احنا قلنا المين الكلام ده مع حضرتك وقلت لك هيعمله لا قلنا الكلام ده على حسين حسين الشحات هيوصل بأنه هو هيعرف الدرس كواس قوي ويفنطه على ثلاث مراحل أداءه وثبات أداءه ودعمه للتهديف للعيبة النادل أهلي لي أو لغيره بس أنا خلينا أقول لك حاجة برضه عشان عندنا سنسور لطيف جدا في السادسة اسمه اختيرات الجمهور بقيس بيها ترمومتر الأداء بتاع العيبة تمام كهرباء والشحات منوارين أوي فترة الأخرينية الاتنين كانت قبل كده كانت فين كانت ضلمة كانت سابع تاسع لا قبل كده كانوا بعيد تاسع وحداشر تاسع وحداشر احنا هنتكلم في الأربعة الأوائل في وجود أفشة هيبقوا هو في وجود أفشة من الأربعة الأوائل راهانك على كده تدخله من الأربعة الأوائل بس ديانج والشنوي بعيد شوي يعني سابقين بكتير ما أنا هقولك على حاجة الشنوي ثبات ديانج جود زلة بتاعت نص الملعب ما نتنقش بتقعدني وتنزلني أنا عارف أنا بعمل إيه ببدأ ألمطش وبشتغل أنا عارف إمكانياتي إيه العين اللي شافت خد منه شوية فكرة كلام على الاحتراف حسيت أنه لا 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 ما أثرش ما فيش حاجة قلت ما فيش حاجة قللت المجهود اللي احنا بنشوفه بالعكس ده بيزيد من إمكانياته لتعليد سعره دي بتيجي على أبسط مثل يعني احنا بنحس أن التلاتة سنه موسيقيا وعمر ديانج حمدي عموماً خط نص الأهلي يعني يطمنك وخطة فعل أهلي برضو يطمنك يعني يعني وانا كده 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 طبعاً لازم أسألك على خطة فعل أهلي في مطش بكر والله يا بحمد أنا عمري ما هبص على الحاجات دي ده الناد الأهلي أنا هقيم خطة ده الناد الأهلي أحسن خطة دهار في أفريقيا لا أنا عايز أقول لك أنه بدر بنون بقى له فترة بسبب العلم لعبة الناد الأهلي الهدوء والباصم لا لا أنا بكلمك على تقييم اللعيب أنا بكلمك على مطش الطلاع بكرة تمام يعني شايف مين بكرة لأجهز للبداية بس خليني قبل ما ندخل في مطش بكرة عايز أكلمك بقى كلمك في بقية مشوار الدوري وفي مطش الطلاع على وجه التحديد خلاص إحنا بنكلم على 26 ساعة تقريبا ويتكون مواجهة الأهلي وطلاع الجيش خليني بس تسمح لي أروح لفاصل ونرجع بقى نفرد مساحة أكتر للكلام على مطش بكرة طيب نكلم على مطش بكرة زي ما اتفقنا يعني في تقديل كل الناس الحقيقة المطشات اللي جاي كلها صعبة بصرف النظر عن مين هيكون المنافس اللي قدامك صحيح ممكن تلاقي شوية مثلا الناس شايفة أنه مطش المصري صعب لكن أنا شايف أنه الأربع مطشات المفروض أن اسم المنافس فيهم ما يترجمش لأي شيء أنت بتلعب المطشات دي أين كان المنافس وأين كان ترتيبه وأين كان طبوحه وهدفه عايز ينفس على أنه هو يحفظ في المربع عايز يهرب من الهبوط في النهاية الدوافعة واحدة دايماً كلها قدام الأهلي ومطشات الأهلي مع كل فرق الدوري بتبقى في حتة تانية يعني بتحس أن كل الفرق الحقيقة لو بتأدي بنفس مستويات الأداء اللي بنشوفه قدام فرقة النادي الأهلي الدوري المصري دا يروح حتة تانية يعني حطه كده جنب الدوريات الخامسة بتاعت أوروبا هتشوف مستويات وهيبقى فيه كرة في مصر وهيبقى عندك منتخب عالمي بكل المقاييس لكن للأسف مش عارف ليه يعني مش قادر أفهم الفلسفة ما دام عندكه دا ما بتطلعهش ليه بس غير قدام الأهلي ليه مش قدام كل الفرق مرة تانية الأسد طبعاً مفهوم يعني مفهوم بس أصل داول لمصلحة الكرة عموماً في مصر ولمصلحة المصر أنا يهمني أن مسابقة الدوري المصري تبقى المسابقة رقم واحد على مستوى على أقل القارة أفريقيا والمنطقة العربية شايف أنه عندنا قاعدة جماهرية كبيرة جداً وعندنا أندية لها تاريخ كبير جداً وعندنا لعيبة كويسين وبنصرف الحمد لله الأندية ما بتبخلش لا على تعقدات ولا على مديرين فنيين بس الدوري المصري يعني أنا أسف في لسخته دي هزيل جداً ضعيف جداً يعني هي دي سمة البطل في المعاملة مع الآخرين الناس بتبصها على الناد الأهل إزاي إن أنا لو حققت نتيجة إيجابية في حاجتين اسمها تدول كتير بيتنظر لي نظرة إن أنا ممكن أبقى من ضمن الناس اللي ممكن الأهل يشتريني كان بيتقلنا كده في المحاضرة كبسة بتكني يقول لك يحترمك جداً بعد ما تحقق النتيجة وتعمل لسكور راسه براسك بعد ما يتعدل معاك أو لقد الله أنك تخسر كان الأول قبل المباراة بيجري عليك عشان يتصور معاك بعد المباراة بقى زي وزيك وبيتكلم بهذا المنطلق ومن هذه القوة بعد ما أدى الأداء ده يقول لك بس ودينانا المكان ده كلنا بنتمنى كلنا ما كنا في أندية تانية وجينا الناد الأهلي اتعلمنا وشوفنا احنا جينا ازاي وتعبنا عشان نيجي ازاي والناد الأهلي مش كيان لا ده كيان ممتلق جداً بأي حد بيتضاف له الأهلي اللي بيضيف مش اللاعب اللي بيضيف لناد الأهلي طيب ابتدي معاك كلامة عن مطش بكرة فرقة التلاعي بتشوفها ازاي الأول يمكن بسيوني عامل فرقة كويسة ويعني عارف هو في حدود إمكانيات اللاعبة اللي موجودة وفي حدود إمكانيات نادي هو عايز ياخد حتة معانا ويتواجد في المكان الدافئ في الجدول أنا أيا كانت لسه بتقول لسه زحمة أيا كان الإسم هيحقق من الأربعة الأوائل عشان يخش مربع أو هينتشن نفسه من الهبوط للثلاث أو الأربعة فرقة اللي تحت مليش دعوا بحد أنا عندي الثلاثة بونت يخلصوا أداء كنا نقول الأول أداء شكل جمالي وسكور لا دلوقتي بنقول أداء بثلاثة بونت أي أن كان الشكل تمام انت منتفق بقى مع تصريحات مستر موسيماني قال لك أنا اللاعب في الأربعة مطشات والله ما أريد حاجة وما أسمعتش حاجة ولا أريد حاجة أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس 12 بونت 12 بونت يخلصوا إزاي بجون كرة تقبط في المدفع وتطلع كورنا أنت تسمى زي ما بنلعب في الشركات بربع جون مليش دعوا بالكلام ده أخذ التلاثة بونت بتاع كل المباراة عند أربع مباراة بـ 12 أنا ماشي في طريقي بدون أي تعصر مش عايز حاجة تاني هم أنا مليش دعوا مش عايز أبص على حد خليهم تملي هم اللي يبصوا علي خلي الدفع ييجي مني أنا مش الدفع ييجي منهم هم مليا أنا شغال الأربع مباريات بالـ 12 بونت سيب بقى لأغاية آخر لحظة التدوج ده هيبقى شكله إزاي الفرقة اللي عندها دافع سواء كان إنها هتحقق مركز متقدم يعني خلاص صبعا الفرقة اللي هتشارك في أفريقيا تحددت وخلاص ما بقاش ده دافع في حد ذاته لكن عصد أقول الفرقة مثلا اللي عايزة تهرب من قاع الجدول تهرب من الهبوط عندها دافع إنها تلعب وعندها دافع إنها ما تخسرش وعندها دوافع تخليها تلعب كور كل الدوافع دي تحترم لا لا مش ضد بالعكس لا تحترم كل واحد من حقه يبحث على إنه يحقق كل واحد عنده طموحي حقق ذاته أنا طموحي أكسب مليش دعوة بكل البتاك حولي لكن عصد أقول الفرقة اللي في النص دي الهادية دي اللي ما عندهاش حاجة بتلعب عليها عندهاش حاجة تخسرها في أوقات برضو يعني انتعرف فكرة هدول أعصاب دي كابتر طبعا مهمة جدا في منتجل أهمية طبعا أنا بتهدي دع عبقة على لعبة الأهل يعني إنك أنت نازل وعارف إن ما عندكش بديل عن التلاتة نقط التلاتة نقط ده في حد ذاته عبق نفسي وعصبي كبير جدا على لعبة النادي الأهل إزاي يبتدوا هم مش متنشنين يعني في حالة عشان يقدروا يلعبوا كورتهم ويطلعوا لعندهم ويجيبوا التلاتة بونطة في النهاية هم تلات حاجات تركيز واعتقد أن مساء المسلماني الفترة اللي يا فاتت ما داش فترة طرحة خالص ايبا اشتغل على طول تركيزك روح فلنة الحمرة النتيجة والأداء هيجوا الاتنين الأولين دو المهمين قوي تركيزي روح لعبة النادي الأهلي النتيجة هتيجي هتيجي ما فيهش ما فيهش روابع ما فيهش ما فيهش روابع ما فيهش روابع ما فيهش نقاش بالنسبة لك خلاص انت بتتكلم أول حاجة أنا مركز عشان أخد من المباراة التلاتة بونط روحي عشان أحقق التلاتة بونط مرتبطين ببعض إنت اللي عودتني أنا كنت في يوم من الأيام العيب دلوقتي أنا موجود دلوقتي متفرج عارف أنك هتجيب جون في أي وقت عارف أنك هتحقق المعادلة الصحبة عارف أنك عودتني أن البطولات ما بتخرجش بركة أنا ناد الأهلي عودتني أني ده خمس سنة وارة بعد وإن شاء الله تبقى الستة عودتني أنك جبتلي العشرة عودتني أن أنا صفرتني كاس عالم وحققت برونزية وحققت تاني عودتني خدت الصبر الأفريقي عودتني أني هلعب على الصبر المصري عودتني أني هلعب صفر أفريقي تاني صبر أفريقي تالت كل دوت انت كل دوت انت اللعيبة مجلس دارة الله يكون في عونه وأمثله في كابت محمود الخطيب الله يكون في عونه اللي هو عمله في كل الفترة اللي فات شل حمل محدش يتحمله أبدا صحيح حلو قوي أنا وفرت لك كل ده عندك مدرب أي شيء بيحصل جوه النادي بيقول لك ما تيجي تكلمني أي أن كان اللي بيغلط أنا بتعلم وبمارس مع لعيبتي وبتعود وبقرب وجهات النظر بيني وبين لعيبتي عشان كان النادي الأهلي اللي أنا حققت معاه البطولات اللي عمرها ما هتتحقق مع أي اسم مدير فني في الفترة البسيطة دي قلنا في وجود حضرتك في برنامجك مستر موسيماني محظوظ بالأرقام كل ده كان شغاله وبيكسب هل هو ده عصة سحرية ولا ده اجتهاد لا طبعا محبود ترجمة شغل كيف طبعا ترجمة الشغل اللي هو عملها دي جزء بسيط بيتألف محاضرة وتمانين في المية اللي عيبة بتنفس ومجلس إدارة بيوفر لك المناخ اللي يحصل فيه ده كله اللي عيبة في إيدها كل حاجة عارف ما تعمل اللي عليك لغاية آخر لحظة وقولك بعد الشر ومش هتيحصل فتكر برضو أنا معك وفي البرنامج هارد لك معلش مش أصدق خلاص أنا عارف انك انت عملت اللي عليك بس بإذن الله هقولك انت بس دخلتني في ضغط شوية وكانوا أربعة كانوا قبل كده تمانية وتسعة ممكن وتسعة تمانية بنت وسبعة بنت معلش احنا ترجعنا شوية حتى لما تساوت النقاط كاتت الأفضلية لك يعني يعني حتى مع تفريتك في العدد النقاط دي كاتت الأفضلية لك سواء بالمواجهات المباشرة أو سواء بفرق الأهداف كاتت المطلوب حديك مثلا بسيط قوي احنا منتظرين ناتجة السنوية العامة بنقول إن السنوية العامة دي أنا بقالي سنين كنت موجود معاك في نفس السنة أما أنت في أي لحظة ومش هيحصل إنك تحقق ناتجتك في سنوية العامة أنت بتكلمني وأنا بكرس طب أنا خلصت من بدري إننا هنوكنا مع بعض ماشي 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 ماتفئين كمت العمر ماتفئين مش مختلفين طبعا بس الأهلي أنا زي كنت بقول اللي ما عنديش شك فيه إنه 99% من الأهلوية عندهم ثقة إنه الدوري إن شاء الله بإذن الله هيتحسن في اللحظات الأخيرة وإنه الدوري بإذن الله في الجزيرة السقة دي من كون نحن العيبة وبعدين من المدربين وبعدين قاعدين في بيوتنا بنتفرج إنت اللي عودت على مدار السنين دي كلها مش أيام جيلنا ولا جيل الحالة ولا جيل المقبل بقالها سنين إنك أنت ما بتنفعش غير تبقى الأول ما مينفعش غير بتبقى البطل ما مينفعش غير أنك أنت يتم تتويجك والأهم أنك تستحق تكون في المكان دي بس خلاص يعني أنت عامل مين موسم الحقيقة والأروع وكل الظروف الصعبة اللي إحنا كنا نتكلم عليها هنتقابل أنا وحضرتك هنا إن شاء الله ونقول مبروك الجديد إن شاء الله بإذن الله ما حبش أذكر بقول ربنا يكرم إن شاء الله ثلاثة ثلاثة كده لفت ونوزلي في المطشين الأخريين وبالذات مطش الإسماعيلي شوية عشان نتيجته يعني وهي وأتوقع إنه القضاء دي من الوارد إنها تتكرر في المطشات الجاي فكرة أنا مش أقول أسماء لكن فكرة إنه من الممكن جدا من الوارد جدا طول ما النتيجة مش في صالحك إنك تتعرض لمحاولات استفزاز وهنا مهم جدا جدا فكرة إنك أنت تبقى عامل كنترول على عصابك لأنه من الوارد إنه نتيجة خروجك أو عدم سيطرتك على عصابك تكلف الفريق وتصعب من مهمة الفريق خلينا نتكلم في ده أكتر ونتكلم في تشكيل بكرة طريقة بكرة من وجهة نظر كابتن عمر الحديدي واللي هركز معه طبعا على خط الدفاع بما أنه كان واحد من أهم نجومه بس خلينا نروح لفاصل كابتن عمر ونرجع نكمل كلامنا عن طلاع الجيش افتكرنا أنا وكابتن عمر الحديدي لقطات كده من مطش الوداد فقبل نهائي أفريقيا النسخة التاسعة النجمة التاسعة واحد من أغلى البطولات اللي حققها طبعا النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله مشوار البطولات ممتد نبتدي نتكلم بقى على كنت بكلم يمكن مع كابتن عمر قبل الفاصل عن لقطة يعني لحصة مش هقول أسماء زي ما قلت لحضراتكم بس يعني لابد أنها تتحط في الاعتبار لأنه من الورد جدا في ظل حالة الشد العصبي الرغبة كل خصمة هيقابلك عارف تماما أنك أنت نزل لا تراجع ولا استسلام ما عندكش أي اوشن أو أي اختيار غير أنك أنت تحقق تلات نقاط وبالتالي بتلعب المباراة عصابك مجدودة من الورد جدا وده طبيعي في عالم الرياضة أنه حتى ممكن يبقى فيه توجيهات من المديرين الفنيين للفرق يعني اللي هتلعب قدامنا أنها هتقول لبعض لعبتها حاولوا تطلعوا لعبت الأهلي عن شعوره حاولوا أنك أنت تستفزوا حاول أنك أنت تديله كارت أصفر فيبقى كاشش تولي المباراة أو ياريت كارت أخر خرجوا ساعتها من التركيز اللي هو فيه وللأسف زي ما قلت يعني لاحظت شوية أنه فيه لعبة استجابت لده أرجو كمان أنه ده ما يحصلتش في المطشاط اللي جاي مش ده السيناريو قالت كابتن عمر طبعا بس إحنا في الحتة دي إحنا كنا بنتفق في الأول الكبار طبعا قابليهم الكابتن ساد عب حفيز الحتة دي مهم قوي سيد لعيب كرة وحضر معانا وحضر بطولات ودلوقتي بقى في منصب مدير الكرة عارف المواقف دي وعدت عليه كتير أما لعيبة كبيرة الشناوي وحمدي وعلي وأفشة الحتة دي هادية يعني أنا عارف حضرتك يمكن نتكلمنا أنه أنت في الفصل 3-4 العيبة احنا قلناهم بالاسم بيسخنوا بسرعة عارفين لا أنا عارف أن أقدر أخرج من شعورك بسرعة عشان أنت مسبب لي مصدر قلق أخرج من شعورك بعنف ومتزايد لو مالتحمتش معاك في كرة مشترقة بسيطة هلتحم بكرة جامدة قوي فهبتدأ خرج عن شعورك ممكن إيدي تخرج عن شعوري وانا بلف أعمل لك كده فالحكم يقوم الدين إنذار ممكن يكون في لفظ معين بيتقال محدد سمعه هقوم أنا شدد معاك في حاجات بتحصل كلنا حضرناها بتبقى محتاجة سببات الفعالة من اللعب ما يخرجكش بره تركيزك تركيزك هو التلاتة بونت التلاتة بونت هو خلاص فقط كل حاجة انت خدت تلاتة بونت وحققت الهدف بهدف واثنين إن شاء الله وثلاثة خلاص خرقته بره التركيز وعملت زي ما بنقول بلغة الكرة نصبت السركك بالأداء والاستحواس عظيم طيب نتكلم في تشكيلة بكرة كابتن عمر مقتنع بالبداية ببدر بنون أنا طبعا أسأله بداية على خط الدفاع بما أنه طبعا واحد من أشهر مدافعي النادي الأهلي لكن هو يمكن أنا سمعت التشكيل منه في وقت الفصل بس خلينا نرجعوا مرة تانية وحضراتكم تسمعوا وجهة نظر كابتن عمر حديد في تشكيلة الأهلي بكرة بداية طبعا الشنية وما فيش خلاف عليه إن شاء الله بص أكرم في الحتة دي بيجمع ما بين الحتة لهجوم الحتة الدفاعية وفيه طمأنينة لخط ظهر النادي الأهلي انت عجب الشيء ما بأكرم قوي بص ما بفكرش يخير في حاجة واحدة الأداء والتوفيق من عند الله خلاص هو بيقدي والتوفيق من عند ربنا حليف والموضوع منتهي بنيجي البدر مقاتل الولد الحقيقي آه طبعا بنيجي البدر وبنيجي لأيمن ممكن أقولت لحضرك في الفصل أما بيبقى أيمن وياسر تمام اللي احنا بنبص مين هو اللي في وقت المراقبة على فرود ده هدف أكرم توفيق بالمناسبة تمام بيكون الفرود أنا بلعب عليه مان دي مهام ياسر تمام وما بتنقل الجهة التانية بتبقى مهام أيمن مظبوط بدر العقل بدر العقل مش مساك يعني لو ليه أبو فرود واحد أي أن كان من هو مش اختلاف على إمكانيات بدر ولا على نقاط تميزه لكن أنا بيكلم عن الجهزية بقى له فترة غاب تدينه مطش يعني برضو مليون في المية شغال مليون في المية شغال مش اللي بنقول إن الراحة بتاعة الإصابة أو الكورونا بالمسحة إنك على جنب لا أنا شغال تدريبات عشان مفقدش ليه الفورمة اللي أنا فيها عظيم وبعد كده هعمل المسحة المسحة دي مش هتضعف من خمسين في المية من أدائي خش خلاص بدر أيمن علي راحة أكرم توفيق بدر بنون أكرم أيمن أشرف أيمن أشرف علي معلون علي معلون وقص الملعب بكرة أجباري اتنين ديانج وحمد فتح تمام قدامهم أفشل رجعت انت في كلام رجعت في واحدة رجعت في واحدة ها هقول لك على حاجة تفضل كهرباء وحسين بعد ما اطمئننا على الحسين النهاردة أي أنا باخد منه حاجة معينة حسين وكهرباء باخد منهم وقت معين وأداء معين بعد كده أنا متأكد ما قدرش أولي البدائل النسخة التانية من المباراة بيبقوا مين طاهر وصلاح طاهر وصلاح ما فيهاش كلام تمام تبتدي ببواليا بكرة ما فيهاش يعني طبعا ربنا يا شفيك محمد شريف ربنا يا شريفين أي أصر غياب شريف تفتكر على الأهلي في المطشات اللي جاية يعني أتعشم أتعشم أنه مطش بكرة يكون آخر غياب لشريف في ال هي احنا هنقول أن الفرق ما بين مش فرق في الكرة أو التقييم الفني بين بواليا وشريف هو شريف الحس التهديفي موجود موجود رجله في الملعب بسم الله من شوال الله بواليا جيه أنت بتاخد من بواليا إيه أسست ارتقاء ولعب بالراس كرة عرضية تزديدة بشماله القوة الجسمانية اللي هو بيسند بيها للقدمون من الخلف زي أفشة وزي حسين وزي كهربا خد بالك دلوقتي بقى كهربا الأسست مع أفشة الكيميا تمام كان أفشة بيخدم على كل بقيت دلوقتي كهربا وأفشة الكيميا بتاعتهم لايقى مع بعض يوزع لمين ايوه دويته بزبط كده يبقى عالي وواضح بالزبط ده هدف بواليا في موضوع الانتاج ليس أنا بقول ليه ارتقاء وتوقيت وتعامل مع الكرة من يعني أكثر من هاي بتوقيت صعب الوقت عشان يحرز الهدف كرة دي لو ما جاتش خلاص كان هيدفع تمنها آآ غالي جد لا بص بص أول واحد شريف ايوه تاني واحد الخيال بتاع الشريف أحجب الرؤية ايوه على المدافع والانتاج الانتاج التالتة هي أصعب واحدة فيهم الارتقاء وطبعا الجن ده يتحسب علي لا يعني علي طبعا ولا أروع أوفر عالمي لكن ديانج ديانج واخد الكرة من هناك مختلفناش انه عمل كل حاجة لغاية ما وصل لوقت معين لعب لعلي عارف أصعب حاجة سوز أحمد تنسى بتقول لو دي ما جاتش كان تكلفت وليا كتير ايه هي انت تتكلم الوقت توقيت الطلوع وتوقيت الارتقاء مع الكرة ده صعب قوي للمهاجم والمدافع واحساسه بانه جاب جون دخلتوا في حتة تاني دخلوا في حتة تاني آه خلاص طب سريعا هقول لحدا قائمة الأهلي هتسافر عشان ماتش بكرة واخد رأيك فيها تكلمتنا على التشكيل القائمة بكرة ان شاء الله هتبقى محمد شناوي علي لطفي حمزة علاء معهم محمود وحيد طبعا دول حراس مارمو محمود وحيد أحمد رمضان بيك امرامي ربيعة ياسر إبراهيم محمود كهربا حمدي فتحي مروان محسن أيمن أشرف حسين الشحات أليو ديانج محمد مجدي أفشا صلاح محسن علي معلول أكرم توفي وولتر بواليا طهر محمد طهر جونيور أجيه ومحمد هاني ومعاهم أحمد نبيل كوكا دي قائمة الأهلي ان شاء الله هتسافر بعد شوية لسويس عندنا من الموجودين خارج شريف للإصابة والسولاية اللي حزولها انظار التالي السولاية غاب عشان انظارات وشريف للإصابة وإن كان وليد دايما أنا بأكد حتى وإن كانت إصابة منعاة من التواجد في جوة الملعب أنا شايف أن وليد من اللعيبة اللي عندها دور كبير جدا إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله في فوق اللبس يكون موفق مع الفريق ممكن أكون مش موجود في الملعب بس الدور اللي علي للعيبة للطموح والشدة والهدف يبقى دور وليد اللي جاي الإصابة تمنعني عن الاشتراك بس الإصابة ما تمنعنيش عن الدعم صحيح طيب خليني كمان زي ما كلمنا على قائمة الفريق اللي مسافرة بكرة أو مسافرة النهاردة السويس اشتراك بكرة مع طلع الجيش عايزة أخذ رأيك كمان في قائمة الفريق اللي هتشارك إن شاء الله مع الأهلي في انطلاق النسخة الجديدة من بطول الدوري أبطال إفريقيا واللي بإذن الله إن شاء الله قادرين نخافز عليها على الموسم التالي التالت على التوالي بس قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن عمر الحديدي دي قائمة النادي الأهلي زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشة شناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء سعد سمير ياسر دي قائمة الأفريقية دي قائمة الأهلي الأفريقية مش قائمة بكرة قائمة بكرة أعلناها وقلناها لحضراتكم لكن قائمة الأهلي الأفريقية محمد شناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء معهم سعد سمير ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمود متولي بدر بنون أيمن أشرف أحمد رمضان بيكهم محمد هاني علي معلول محمود وحيد كريم ندفد حمدي فتحي عمر السلية أليو ديانج أكرم توفيق محمد محمود محمد مجدي أفشا ناصر ماهر محمود كهربا ومعاهم طاهر محمد طاهر حسين الشحاية وليد سليمان جونيور أجيي أحمد نبيل كوكا أحمد سيد غريب وولتر بواليا صلاح محسن ماروان محسن ومحمد شريف طبعا أفكر حضراتكم للي ما يعرفش أنه تحاد الأفريقي سمح بقيد 40 لاعب في قائمة كل نادي السنة دي والمفترض كمان أنه هيتم السماح دي واحدة من التعديلات الخاصة بالبودلاء هيتم السماح بتواجه 9 بودلاء على ديكة الاحتياطي بدلا من سبعة وده الاختلاف اللي موجود عن نسخة السنة اللي فاتت نروح ل قائمة كاملة قائمة كاملة ما تغيرش بس نقول مبروك لأحمد سيد غريب ابن الكابتن سيد دي جديدة العيب صغير أحمد نبيل كوكا أنا عارفه طبعا كان من أولادي وإحنا موجودين ساعة الأكاديمية كان بيتمرم معنا لعيب كويس فيروك كويس قوي زي أبوه هبوه كان فيروك كويس جدا طبعا طيب خلينا نتكلم بالتفصيل أكتر عن القائمة وعن الاختيارات بس اسمحوا لنروح لفصل ونرجع بعده نكمل كلامنا مع نجمينة وضفنا النهاردة فيه السادسة كابتن عمر الحديد مرة تانية أهلا وسهلا في حضراتكم كنا نتكلم شوية اختيارات كده ويمكن على قائمة أفريقيا اللي لسه أقيل على حضراتكم قبل الفصل على طول كنت بقول لكابتن عمر مين من اللعيبة الأهلي المعارض تستحق أنها تكون موجودة إن شاء الله مع فرية الأهلي في مشوارة في أفريقيا السنة دي خلينا أخذ السؤال نفس السؤال مرة تانية على الهواء طبعا في أحمد عبدالقادر وفي عمار حمدي وفي كرين فؤاد كريم طبعا خلاص يعني هيعلن بالزبط كده دي التلت لعيبة الأهلي هيتكلم عنهم الفترة اللي جاية كريم فؤاد ويمكن كان أحمد في الوقت ده أحمد ياسر كان في الوقت ده هو وفق له أنه هو يطلع عارة لتاي سبورت خلاص موضوع في تركيا موضوع سهل مش صعب يعني نعرفين اللي هيتضمن لنادي الأهلي بالتوفيق ليهم إن شاء الله إن شاء الله لو كلمتك شو عن طلع الجيش يعني كفرقة مع كابتن عبد حميد باسيوني وشايف أداءهم فترة الأخيرة تقول لنا أهم نغطي القوة والضعف يعني لو أنت النهارده بتلسم تاكتك أو طريقة لعب النادي الأهلي شايف من أين تقكل الكاتف زي ما بيقول بصخص أحمد أول حاجة أنا ليه هدف إن أنا أحقق ثلاثة بمط أضغط من أول دقيقة أحقق المراد وبعدين أعمل الاستحواز والأداء واللعب الجماعة اللي احنا متعودينه من النادي الأهلي أضغط ضغط من فوق ما فيش وقت للمجارات ما بين طرفين نقل استحواز إذا كان الجيش كل ما الوقت بيعدي هو في هدوء والأهلي متسبب له ضغط حققت المراد أنا الأهدى وبعزز بهدف تاني تخاف منه في إيه يعني تخاف منه في عناصر معينة موجودة فيه شايفها مصدر خطورة تخاف منه فريق عنده قدرة إنه بينقل الهجمة بسرعة وبالتالي ممكن يستغل لمساحات أو يلعب على مرتدات يعني أكون الحتة اللي بأكد عليها الخطة دار نادل آلي الكور العرضية اللي مفيهاش سرحان كور العرضية اللي مفيهاش سرحان والربط والكلام بين الشناوي والأربعة اللي قدامه أو التلاتة اللي قدامه أو الاتنين اللي قدامه ديهمهم قوي تدقيق المساحات في حتة معينة عشان مديش مساحة أنت ممكن وإنت شغال تبقى في شطة أو تزديدة معينة تدايقك أنا أبعد نفسي عن ده أحط نفسي في حتة معينة أنهي المباراة من بدري تدي المساحات أضغط من فوق الفرصة اللي هتيجي تستغل 300% مش أفرط في فرصة وأقول ما هتيجي لا اللي هتجي لك أتعود أن اللي هتيجي هي دي اللي هتحقق مرادة 3 بنت بكرة أنه بواليا بيبتدي المطش يعمل عليه لوت زيادة يعمل عليه يعني دايما كان بينزل بديل وبيسجل المطش اللي فات كان موجود من أول المباراة المطش اللي فات طبعا أه نزل هو اللي جاي بالجنة الأولاني خلاص زي ما رقول حس التهديفي جيه اللي جاي 90% هيبقى فيه حديث ما بين مستر موسيماني وبواليا في حاجة معينة الربط ما بين أفشا وحسين وكهراما معاه في حاجات معينة لازم بيقى فيها ربط من الأربعة دول عشان تحقق الهدف بتاع الهدف الأول دي مهمة أول طيب نقول مرة تانية قائمة الأهلي بكرة إن شاء الله المطش طلاع الجيش مع مشاهدينا خليني أقول لحضراتكم بكرة إن شاء الله الفرقة اللي هتسافر النهاردة استعدادا لمواجهة طلاع الجيش على ملعب وعلى استاد الجيش في السويس بكرة محمد شناوي علي لطفي حمزة علاء حراصة مرمى محمود وحيد رمي ربيعة ياسر إبراهيم علي معلول أكرم توفيق محمد هاني أيمن أشرف أحمد ربضان بيكم خاط الدفاع حمدي فاتحي أليو ديانج أفشا أحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر جونيور أجاييه ومحمود كهرابا وحسين الشحات ومروان محسن وولتر بوليا صلاح محسن في الهجوم وطاهر موجود صح قلنا طاهر محمد نحن ما فيش حد زي ما اتفقنا وليد شريف للإصابة وليد وشريف للإصابة عمر صلال حصول على النزار التالي كنت بكلمك على مواطن الخطورة في طلاع الجيش أو يعني اللعيبة اللي انت ممكن تبقى قلقين منهم محتاج تعمل يعني ضغط عليهم فريق بيجيد المرتدات ما عملش الحاجات السازجة الفاولات اللي تعمل لي قلق على التمنتاشر القوار العرضية اللي بيبقى فيها سرحان شوية في المرأبة المتشاط اللي زي دي يا صلوز أحمد بضغط من أول ديئة للجزء الهجومي وبدأ المساحات وبربط ما بين خط الظهر والفرودة نصف ملعاب أنا متأكد بالقالي بكرة يبتدي ضغط وأنه حيحاول يخلص المبارا بدري ده شيء يبقى نمش أليه أنا بكلمك على عناصر خطورة أنك أنت مدافع أنت دايما يعني فيه مطشاط ممكن تبقى الفرقة مش قوية قدامك لكن فيه مهاجم أنت تبقى شاهل الهمه أو عامل حسابك أنه المهاجم ده حيتعبك في المباراة دي طلع الجيش عندها المهاجمين من النوع ده اللي تلقى منهم فيه نصر منسي فرود كويس فيه أحمد سمير عمر مرعا يراجع بكرة بالقناة عمر مرعا يبقى أنا بقول أن اللي موجودين فرودة في طلع الجيش يبقى زيادة المراقبة عليهم أكتر من مئة في المئة على فترات المطشو كلها مش وكورة مش معي أنا مش برائب لا وكورة معي أنا برائب وعيني عليه وكورة جوه السندوق مراقبتي تلتمية المئة طول ما أنا خرجت برة الشيء اللي يقدر يخلي الفرود يهدف أنا كده في أمان أنا بتكلم على خط ظهري بتكلم على خط ظهري الناد الأهلي طول ما أنا بلعب مان وما بعملش مواقف سازجة هتحسب عليها أو تسبب لي مشكلة أو تسبب لي بدخول هدف يبقى أنا بلتزم بكل اللي تقال وكل الربط اللي ما بين الزمال وبعض إذا كانت مثلا أيمن وبدر ياسر وبدر أيا كان اللي موجودين بس هو هيبقى الأرجح بدر وأيمن الربط والتغطية اللي في ظهر أكرم الهدوء اللي بيميل منه ديانج لتأمين علي معلول الجزء اللي بيعمله علي في الربط ما بينه وما بين كهرباء الحاجات دي كلها بتأدل الجزء الهجومي أنا مش ألقاء منه الجزء الدفاعي هو اللي يقلقني فأولاد الساسجا الحاجات المقرية وإنت قاعد برا تقول أنا لو ضغطت بالأسلوب الفلاني أقفله برا عشان يخش جوه لأ حاجات أنت اللي بتفك العقدة والمطش الشغال بس يوني متوقع أنه أنه يلعب جيد مفتوح ولا يلجأ لفكرة التكتل وأنه يقفل ويأمن ويحاول يخطف أو يلعب على مرتدة هيئيس الناد الأهلي الأول أول ربع ساعة الأهلي عايز إيه من المباراة هيشوف الناد الأهلي عايز إيه ضغط من أول ديها هيدايق المساحات ويقرب المساحات ويقابل الناد الأهلي من نص ملعب في تكرت كلمة في لانه يقول له حضرتك هيقابل الناد الأهلي من نص ملعب طيب هو مش بعيد على فكرة 38 نقطة في المركز الثامن يعني أربع مطشاط أنت بتكلم مع 12 بنت ممكن يقلبوا حال الجدول ده كله وتلاقي أن الطلاع بيحاول يهرب من الهبوط فده برضو إلى حد ما يعني دافع للتعزيز والاطمئناه بالزبط كده أنا عندي سؤال مهم بقى جدا ومبني بسيناريوهات لقدر الله أن المباراة تعقدت حساباتها تعقدت يعني أنه الوقت بيعد بينا ومش عارفين نسجل دوارد أو أنه لقدر الله الأهلي يستقبل هدف مثلا إيه الطريقة اللي تتوقع في أوقات كتير جدا مستر مسلماني ده خصل في مطش الإسماعيلي كنت متقدم وقرر أنه يلعب بتلاتة في نص الملعب يعني نزل حمدي فتحي في المباراة دي وبقى بيلعب بتلاتة ديانج والسولية وحمدي فتحي في مطشات تانية بيغامر يعني في مطش من المطشات مطش الإنتاج اللي كنا نسا بنعرض فيه هدف بوالية أنا فاكر كواس جدا ننطلع على المساكين وودة ديانج خط الظهر وفتح الملعب وبقى هجوم كاسح الأهلي تقريبا كله فرقة الأهلي كلها بتهجم بشكل معايد السيناريو الأمثل أو تغيير طريقة اللعبة من وجهة نظر كابتن عمر حديدي في حالة إذا ما السيناريو المباراة ماشي إزاي ما إحنا عايزين يمكن أنت حضرك بتقول في مطش الإنتاج كان في الوقت ده هو بيقول هيقلده في كل حاجة أنا بضغط في كل حاجة وبسيب واحد أو اتنين بيبقى تسعين في المية ديانج وياسر والشناو بيبقى موجود أنت متخيل عشر لعيبة يبقى في الصندوق أنت بتكتل المطشات اللي زي دي تخلص إيه كرة سابتة كرة عرضية ضعفة في المرأبة من الخصم هي بتخلص كده أو في السيناريو الأمثل تانية كبينزل محمود وحيد ويحرر علي معلول خلاص ما أنت بتقول لي بقى إيه علي اعمل مهام هجومية ما تدفعش ما أنا وقفت لك الحتة دي علي في الوقت الأولاني شغال وينجليفت وهافلفت وباكليفت للتغطية العكسية في وقت بقى بقول له لغاية نص ملعب بس هتضم محمود وحيد في الحتة دي ويقول لي علي حرية أن علي عنده كيميا بتنفع مع أفشا وطاهر وديونج حتة النقل وكروس باص اللي بيعمله بيعمله على أعلى مستوى أنت مطلوب منك أن في حد ما أنا بها جيم هيبع عندك بدر وقيمة هتضم أكرم وهيضم علي معلول في نص الملعب أما بيضم عليهم هتلاقي في الوقت دو بيضم من اليمين حسين ومن الشمال كهرباء وقف مكانهم أكرم وعلي وديونج برضو هو وحمدي سبتين يبقى هتلاقي اللي تملي هتلاقيهم موجودين حمدي بيمين ناحية يمين تحت أكرم وديونج بيمين ناحية الشمال تحت علي معلول وهتلاقي اللي بيلم تحت أكرم وديونج ومعلول وحمدي بدر وقيمة أشر سواني كابتن عمر أوراق الأهلي الربحة اللي رهن عليها عمر الحديدي في ماتش طالعها الجيش بكرة بولية وقفشة وحسين الشحاية بولية وقفشة وحسين الشحاية وهقول المفجهة هيبقى كهرباء كهرباء كل التوفيق للأهلي بكرة إن شاء الله في انتظار المباراة بكرة يمكن حلقة السادسة هتكون تغطية خاصة جدا قبل مواجهة الأهلي وطلعها الجيش المواجهة الأولى في أربع مواجهات متبقية في سباء المنافسة على لقب الدوري اللي إن شاء الله بإذن الله دي جالتنا عندها قدر على تحقيقه وبشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو قلت حاجات كتير جدا هنرجع لها في حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله ونتمنى أنها تكون إن شاء الله بإذن الله يعني أو تكون موفق فيها بشكرك كمرة تانية على وجودك معنا بشكر حضراتكم على متابعتنا ونقابلكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل جماهي للنادي الأهلي